رؤية للحل أن مأزق ينذر بفشار المشاورات تساؤل مشروع حيال التعثر المتفاقم للمشاورات المنعقدة حالياً في دولة الكويت بين طرفي الأزمة اليمنية برعاية أممية ما كان يعتقد أنه رؤية أممية منزمة للحل ها هي تتحول شيئاً فشيئاً إلى مأزق حقيقي ينذر بفشار المشاورات وسط توقعات غير متفائلة من جانب وفد الحكومة الذي ذهب الرئيس فريقه الاستشارية الدكتورة عبدالله العليم إلى حد الاعتقاد بأن المشاورات تكاد تنتهي إلى سراب لا بل أن رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبدالملك المخلافي أعلن صراحة أن المشاورات وصلت إلى طريق مسدود واتهم أعضاء وفد الإنقلابيين بأنهم يتفاوضون من أجل إضاعة الوقت ولا يلتزمون بالمرجعيات السؤال الملح الذي يحضر في أدهان معظم المتابعين للشأن اليمني ولسير مشاورات الكويت ينصب حول ما إذا كان المبعوث الأممي سيطرح الرؤية المجمعة عليها من قبل القوى الكبرى ودول إقليمية مؤثرة أم أنه صدم كالعادة ببيان الرغض الاستباقي الذي صادر عن رئيس وفد الحوثيين في المشاورات وفقا لأوثق المصادر فإن الرؤية الأممية تحظى بإجماع من قبل الأطراف الدولية الراعية ما قد يعطيها قوة إلزام على طرفي المشاورات لكن ذلك يتطلب إرادة دولية حقيقية تحول هذه الرؤية إلى خارطة طريقا للحل السياسي وفي غياب إرادة كهذه فإن الرؤية قد تتحول إلى مأزق حقيقي في ظل الرفض الذي قبلت به الرؤية من قبل الحوثيين الذين يريدون تقاسم السلطة قبل الانسحاب وقبل تسليم السلاح وهو تصلب يصطدم مع الرؤية كما اصطدم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 قضايا جوهرية ضاعت في متاهة الجدل حول أساسيات المشاورات ومرجعياتها تأتي في مقدمتها قضية المعتقلين والمخفيين قصريا وهي قضية تندرج ضمن خطوات بناء الثقة وتستند إلى تعهدات سابقة قطعها المتمردون على أنفسهم في جولة بيال السويسرية وذلك يكفي ليفهم الجميع أن الإنقلابيين لا يريدون حلا يعيد السلام إلى اليمنيين بل سلطة وثروة حتى لو تم ذلك على تلال من جماجم اليمنيين